في نعود مرة أخرى مشاهدين فقرتنا الحالية فقرة الرياضة هنتكلم عن أبرز المباريات لأسبوع الخمستاشر يكون عندنا هذا اللقاء مع الكابتن إسلام العدل لعب المصري واتحاد الشرطة الأسبق ومدير الفني بقطاع ناشئين بنادي اتحاد الشرطة الرياضي صباح الخير صباح الفل على الحب دايما نحن نحب أن نبدأ اليوم بالرياضة لكن خلينا نتكلم على أهم المباريات اللي تمت في الأسبوع الماضية أسبوع الخمستاشر وخلينا نبدأ بالمباراة الزمالك والاتحاد طبعا بالنسبة لمباراة الزمالك والاتحاد هنعتبرها مصالحة لجماهير المرد الأبيض لأن كان معتد أن الفترة اللي فاتت كان فيه مشاكل كبيرة جوا الفرقة نفسها طبعا رحيل عدد كبير من اللاعبين إلى جانب تغيير عدد كبير من المدربين فطبعا استكروا على مستر فيرا للفترة اللي موجودة حاليا فطبعا بيحاول يعمل إعداد وتأهيل للفرق من أول وجديد فطبعا إحنا نأمل أن فريق الزمالك فريق كبير يوصل للمكانة اللي احنا متعودين عليها في الوقت اللي جاي إن شاء الله طيب خلينا ننتقل إيه لبعا رأيك في المباراة الخاصة بطلق على الجيش وسيراميكا من الناحية الفنية طبعا من الناحية الفنية سيراميكا من الفرق اللي تحب تتفرج عليه في الدور المصري فرقة مسكها مدير فني محترم زي كابتن هيسم شعبان بيحاول يخرج ما بيوصعه في التدريب عنده تكنيك وإدارة فنية للفريق على أعلى مستوى بيحاول يذكر كويس يقرى الفريق كويس يوصلك لمرحلة إن أنت تحب تتفرج على الفرقة لكن بالأداء الفني اللي يوصل لي الكابتن هيسم شعبان في المباراة الأخيرة طبعا المباراة هيطرحها جاية بلغة الكورة فريق سيراميكا فريق كويس طبعا أخضر كثير من الأهداف طبعا هنشكر وبالأخص الكابتن عامر عامر اللي هو الحارس المرمر لنادي سيراميكا طبعا كابتن باسم الحارس المرمر لنادي طلع الجيش طبعا من الناس المميزين وطبعا وفروا كتير على الفرقة إن هم حاولوا يتصدوا الكثير من القضايا في المنبارة الثمانتاشر طبعا بالنسبة المباراة خلصت واحد سفر لنادي طلع الجيش بتصويبا من خارب الثمانتاشر للعب عامر السيسي فطبعا من اللاعبين المميزين في نص الملعب وليه مستبل كويس جدا إلى جانب أن نادي سيراميكا عنده لعبة مميزة من حمد إبراهيم تكنيك عالي إلى جانب احتفاظه بالكورة دريبلين بتاع كويس بيقدر يوزع الملعب كويس قوي إلى جانب عنده المهاجمين كويسين بيقدروا يعملوا براوة وعرضيات كويسة إلى جانب السترايكر بيتحد مع الأه بيوصلوا الملعب لأداء كويس أنك تحب تتفرج على نادي سيراميكا رأيك بقى في المباراة الخاصة بالجونة وسموحة طبعا بالنسبة للجونة وسموحة هو أداء جيد لكن مش على مستوى عليه أنك تقدر نتكلم بالتحديد عن الأهل والرجاء المغربي طبعا بالنسبة للأهل والرجاء المغربي في مباراة القياب طبعا كان الأهل ممكن يخلص بفارق أهداف كتير طبعا الأهل أهضر عدد كبير من الأهداف لعدم وجود استرايكا صريحي يقدر يخلص زي محمد شريف طبعا بسبب أن مستوى قال من ساعة مراحل منتخل حديث ورأيك الفني عن مباراة المصري ونهضة البركان طبعا بالنسبة للنهض المصري هو أدى أداء هنا في مصر أدى أداء كويس ومن خلاله كان ممكن يقدر لو كان لعب نفس الأداء ده هناك مع نهضة البركان هنا لعب تسع لعبين وقدر أنه هيكتاز الفريق هنا ولما راح هناك طبعا اتغلب لأنه ناحية التكنيك وناحية الفناني المدير فاني كان فاتح الملعب قوي إلى جانب مفيش كوارقة فيش ربط بين نص الملعب والمدافعين والمهاجمين طبعا قدى الفريق مقدرش يوصل له عايزه إلى جانب حصل حاجة أنوح عليها طبعا لا طريق بالكرة المصرية ولا طريق بالمشاهدين ولا طريق باسم مصرف الخارج أني حصلت بعد المدشة لطول أنه فيه خناق حد من أفراد الجهاز المعاون نزل ضرب الحكم فطبعا دي أكيد التحاد الدولي أو التحاد الأفريقي مش هيسكت عليها لكن اللي أنا عايزة أوصله أن ده حاجة لا طريق باسم مصر ولا تاريخ مصر في الكرة الأفريقية أن يحصل الكلام ده عندنا فإحنا دايما لما بيحصل الكلام ده معنا بنبقى مستقيم منه جائلا طبعا طبعا فإحنا مش عايزين نشوف الكلام ده لأن إحنا مش هوشكي إحنا تاريخ في الكرة المصرية صحيح صحيح فدي حاجة بدي انتباع يعني مش لطيفي بالنسبة للمشاهد المصري إلى جانب إحنا لدينا تاريخ واسم كبير في الكرة الخارجية ومعروفين لدينا تصنيف دولي وأفريقي لمنتخب مصر فطبعا ده لا يليجي بينا تماما طيب ننتقل إلى مباراة بيراميز ومازينبي الكوهولي طبعا بالنسبة للمازينبي فريق قوي يمتلك بعض اللاعبين المميزين في الفريق منهم اللاعب رقم 24 عنده تكنيك عالي جدا إلى جانب استخلاصه للكرة إلى جانب توزيع الكرة للملعب عندهم سترايكر صريح مهاجم قوي ارتقاء عالي بيستلم تحت ضغط بيعرف يمرر بيعرف هو طبعا المهاجم اللي أنا بتكلم عليه ده الجاب هو الأحرز الهدفين وطبعا أهضر ضرب الجزاء فطبعا المباراة لا تليج باسم بيراميز اللي بدأ كبير ولا باسم الكابتن إيهاب جلال اللي إحنا متعودين منه إن إحنا نشوف حاجة منه أحسن من كده ومتعودين منه إن إحنا نشوف تطورات في الكرة المصرية على إيده فطبعا حتى كابتن إيهاب مرشح أو بالفعل بقى المدير الفاني المنتخب الوطني فكنا حابين نشوف أحسن من كده حتى يساعدنا إن إحنا نبقى وقفين جنبه في الاختيار اللي حصل من التحدي المصر الكرة كابتن إسلام يعني كل مباراة بيتم قبلها يعني استعداد وتأهيل يعني نفسي وبدني بالنسبة للعبين خصوصا لو في عندنا بطولة زي بطولة أفريقيا أو بطولة على مستوى العالم قد إيه ده بيكون مهم الدعم النفسي بالنسبة للفريق؟ طبعا الدعم النفسي مهم جدا من جهة المدير الفني ومن جهة الجهاز المختصة إذا كان نادي طبعا لازم رئاسة الأندية تكون وقفة بجوار الجهاز الفني والمعاون وتوفر كل الصبل المتاحة علشان يبقى الجهاز في استقرار واللعبين في استقرار طبعا كل الطلبات بتبقى إلى حد ما متاحة فطبعا ده بيساعد إن المطلوب منهم بينفز يعني فطبعا إذا كان على المستوى العام بالنسبة لمتاحة بيبقى كل الفرص متاحة وكل المطلوب بيبقى متاح عشان نوصل لللي إحنا عايزينه من البطولات يعني نقود مرة أخرى للحديث عن مباراة الاتحاد والزمالك طبعا يعني عايزين زي ما بنقول إن إحنا نرقي الدوء أكتر على تفاصيلها طبعا بتاسبل تفاصيلها إحنا زي ما قلنا في الأول إن الزمالك بيحاول أو لعبين اللي أجبروا عليه نقدر نقول إيه يا كابتن إسلام من المباراة الخاصة بالاتحاد والزمالك يعني كيفية تفادي الأخطاء في يعني مبارايات أخرى هي المشكلة مش في الأخطاء هي المشكلة إن هي الظروف وهو ده المتاح هي الموضوع مش في نادي الزمالك بس هي في عديد من الأندية المصرية إن النهاردة إحنا يعتبر بنفنش الموسم فطبعا الوقت اللي هيبقى فيه المدرب محتاج فيه لعبين ده طبعا هيضطر يستنى للموسم الجديد عشان ينتظر إعادة تأهيل الفرقة من جديد فطبعا بالنسبة لمباراة الزمالك والاتحاد هي الأهداف كانت عبارة عن مهارات فردية ما فيهاش أي تاكتيك ما فيهاش أي نواحي من المدرب إلى جانب إن مش عايزين برضو نهضر حق الاتحاد لإن كابتن عماد النحاس من المديرين الفانيين المميزين الاتحاد السكندري فريق كبير طبعا لما دخل فيه الهدف الأول فاضطر إن كابتن عماد في الشرط التاني لإنه اضطرد منه لاعب في الشرط الأولاني اضطر إنه هو يحاول يقفل الملعب عشان الأهداف ما تزيدش عليهم طيب خلينا نتكلم عن مجموعة مصرية في القرعة الأخيرة بالنسبة للبطولة الأفريقية تمام مجموعة مصر والله لسه المجموعة لسه ما استقروش على المجموعة إيهاب جلال طبعا إيهاب المدير الفاني المنتقب المصري بالإجماع من التحاد المصري للقرر القدم لكن لسه ما فيش جديد يعني إحنا لسه رجل ما تولاش المسئلية ولسه ما شفناش منه حاجة نأمل إن إحنا نشوف أمنيتك الشخصية إن مين يمسك المنتقب لا التوقع إيه والله أنا أتوقع يعني لو كابتن إيهاب مشي على النهج سليم في اختيار اللعبين مميزين يقدروا يكتازوا الفترة اللي جاية أكيد هيوصل للمضمون اللي كلنا بنتمنعه لكن لو الموضوع مشي زي ما كان بيحصل إن اختيار اللعبين غير موفق طبعا بياخدنا فتجاه تاني إلى جانب إن عايزة أقول لحضارك برضو إن نوعية اللعبين الموجودين حاليا يعني الجيل بيقل بيتدنى لو هنرجع لأيام أبو تريكا وأيام الجيل اللي كان موجود في منتخب مصر كان جيل قروي كان جيل مهاري كان جيل ممتع كنا بنستفاد منه كتير كنا بنتعلم منه كتير كان جيل عمده خبرة بالفترة إلى جانب إن عدد المحترفين اللي موجودين حاليا في منتخب مصر أكتر من المحترفين من اللي كان موجود أيام أبو تريكا على ما أعطاك إن أيام أبو تريكا ما كانش فيها إلا أتنين لعيبة بس اللي موجودين محترفين طيب فرصة الأهلي بقى في البطولة الأفريقية والله إن شاء الله طبعا بما إننا من مشاجعين النادي الأهلي ونأمل إن الأهلي يأخذ البطولة كالمعتاد إن شاء الله بإذن الله مع الفريق الجزائري آه إن شاء الله بإذن الله فطبعا نادي الأهلي نادي كبير ونادي عريق وليه تاريخ كبير وهو عنده خبرات كبيرة لإجتياز المباراة الصعبة اللي جاء إن شاء الله يعني دايما نحن بنحاول نحن من خلال المدربين أو يعني المدير الفني نحن نحاول نحن نأهل منتخبنا بشكل جيد اللاعبين بشكل جيد لأنه أولا الدعم النفسي التدريب الدائم إن أنا إرشاداتي مهمة ليهم إن أنا أستفيد من أخطائي إن أنا أحاول إن أنا يعني أشتغل على نفسي حتى لو أنا شايف إن أنا قصرت في مباراة ما يعني لأ أنا بحاول إن أتفادى كل أخطائي في يعني في اللعبة القادمة طبعا والله أنا يعني أأمل إن كابتن إهاب جلال طبعا كان فيه المدير الفاني الأسبق للمنتخب الوطني مستر كروش اللي تم إقالته يعني هو كان بدأ يحط إيده على أول السطر الصح بالنسبة لاختيار اللعبين هل هل تاب ياخد وقت من المدير الفني؟ طبعا اللي أنا اكتشف يعني فيه نقاط الضعفة عند كل لاعب أو عند الفريق بشكل عام؟ هو بالنسبة للمنتخب الوطني هو أنت بتصطفي أنت ما عندكش وقت إنك تكتشف نقاط الضعفة أو قوة أنت بتصطفي أحسن اللعبين اللي موجودين في الأندية بس طبعا أغلبية المدير الفانيين اللي بيجوا بيبقى مركز على الأهلي والزمالي أكبر ناديين في مصر فطبعا ما بيلقش النظرة على الأندية الأخرى إلى جانب إن فيه موجود عدد كبير من اللعبين المميزين في غير الأهلي والزمالي ده اللي عملوا مصر كيروش قبل ما يمشي نزل على الأندية حاول يجيب لعبين مغمورين ما كانش ليهم اسم بدأوا أنهم ليهم أسامي وبدأ ليهم مكانة في المنتخب الوطني فطبعا دي حاجة في حد ذاتها كنا محتاجين المدارب مصري يقدر يعمل الكلام ده منهم عمر كمال عبدالواحد جايبوه من نادي اسمه فيوتشر طبعا كان أول مرة يشارك في المنتخب الوطني النهارة لعب في البطولة الأفريكية اللي فاتت أساسي وبقى من الركائز الأساسية في البطولة الأفريكية فطبعا إحنا محتاجين مدير فني ينزل يلك نظرة على الأندية كلها بحيث أن انت تقدر تعمل منتخب وطني متكامل توصل بالبر الأمان فدي مرحلة صعبة كدا محتاجة وقت طبعا محتاجة فكرة التحدي في حد ذاته هي حوالية ورسالة أبدا أكيد تحدي المدير الفني وأكيد بتبقى عبء كبير عليه إحنا طبعا كلنا بنبقى معاه ولازم نقف جنبه طالما تم الاختيار عليه لأن دي حاجة بقيت خلاص دي بالإكبار مش إحنا ملاش دخل فيها إحنا في الأول في الآخر يهمنا مصلحة المنتخب الوطني إن اسم المنتخب مصري يرجع زي ما كان البطولات الأفريقية ومركزنا المتقدم في البطولات الأفريقية وفي ترتيب الدول طيب إيه ينقصنا عشان نعود إلى المكانة السابقة والله ينقصنا حاجات كتير أوي ينقصنا إن إحنا نبتدي من تحت إن إحنا نأسس البراعم والنشئين الأجيال الصغيرة طبعا عشان تقدر توصل لجيل متكامل يقدر يوصلك لمرحلة لبرر الأمان لازم أبني من تحت أو أزرع جزور فيها حصاد أو ثمار كويس لازم المدربين الناشئين ومدربين البراعم اللي موجودين في الأندية لازم أنا بشوف دلوقتي مديرين فنين ما لعبوش كورة لازم يا جماعة المحسوبية والعلاقات لازم تبعد عن المجال عشان تقدر النهاردة الولد البرع من الصغير أو الناشئ ده أمانة لازم على أقل إن إحنا نراعي الأمانة دي بما يرد الله عشان نقدر نعلمه ونطوره لما بيكون الواحد بعيد عن المهنة أو ملعبهاش أو مدرسهاش طبعا هيأسس غلط فطبعا بيترتب عليه الجيل كله بينهار هو ده اللي إحنا عايزين نوصله إن إحنا نقس الصح هيوصل بينا لبر الإيمان لغاية لما نعمل منتخب مصر منتخب مصر يوصل لكاس العام أهم حاجة كنصيحة بتوجهها للناشئة أو للجيل الصغير يعني بشكل عام إيه مهم إنه يحافظ عليه طبعا ليقتل بدنية يكون مستعد عنده تدريبات كافية كل ده لكن كنصيحة بقى وحضرتك يعني في وسط يعني هذا المجال طبعا بنبدأ بولي الأمر أول شيء يعني لما يكون رب الأسرة أهم يكون راجل صحي يلتزم يبتعد عن الوسائل السيئة طبعا الإبن هيبقى صالح فطبعا بنشوف حاجات برضو من أولياء الأمور النهاردة دخلت الكرة في مرحلة استثمار الموضوع ما بقاش احتراف وهواية وتنمية موهبة ده دخل في مرحلة بعيدة تبقى لاعب كوري عشان هتكسب كسر لا ده كمان عشان هتدفع وصلة لمرحلة إن في قندية النهاردة باقت بيبيع قطاعات بالفلوس وباقت نظام استثمار زي المدارس الخاصة النهاردة اللاعب اللي مع فلوس بيه خش يدفع عشان يلعب فطبعا دي النهاردة اللاعب غير مؤهل وغير موهوب بقى بيلعب جنب لعب موهوب فأصبح إن النهاردة عشان هتطور اللاعب موهوب لأنه في مستوى تاني خالص هتطوره ازاي جنب لعب قليل أكيد بتمارس مزالت طبعا نصايحك بما إنك يعني لعب مصري بشكر حضرتك جدا كابتن إسلام العدل لعب المصري واتحاد الشرطة على الأسبق ومدير الفني بقطع ناشئين بالنادي اتحاد الشرطة الرياضي فالناشئين طبعا من اهتماماتك بشكرك جدا نورتنا وشرفتنا كل سنة وحضرتك طيب بشكركم مشاهدينا غدا إن شاء الله بنصبح عليك جديدة وفريق عمل جديد وإلى اللقاء